أحد معديل حلقة اليوم كذلك أمرأة ومن الصبح هي تشكرنا وتمدحنا زينب شكرا لك نواصل مع المواضيع على النسائية والابتكارات وعد نعم هذا هو سيكون موضوعنا التالي تحت شعار الابتكار والتكنولوجيا من أجل المساواة بين الجنسين تحتفل الأمم المتحدة اليوم المرأة العالمي وفق معطياتها الرسمية التي تشير إلى أن النساء يشكلنا 22% فقط من العاملين في مجال الذكاء الاصطناعي عالميا ولكن بعد قليل ستكون معنا سيدة الحديث عن الذكاء الاصطناعي رغم التوقعات فأنه بحلول عام 2050 ستكون 5.7% من الوظائف مرتبطة بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وجد تحليل عالمي لـ 133 نظاما لذكاء الاصطناعي عبر الصناعات أن 44% تظهر تحيزا بين الجنسين ولا يزال سوء تمثيل النساء في تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والوظائف عائقا رئيسيا أمام مشاركتهم في تصميم التكنولوجيا الأمم المتحدة تنبه إلى أن 37% من جميع النساء عالميا لا يستخدمنا الانترنت وهو أمر غريب جدا وأن استبعادهن من العالم الرقمي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بقيمة تريليون دولار من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل في العقد الماضي خسارة ستنمو إلى 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2025 إذا لم تتخذ أي إجراءات يصبح هذا الشعار المطروح أكثر الححن استنادا إلى دراسات منها دراسة في مجالة نيتشر كشفت أن ما ينسب إلى النساء في العلم أقل من الرجال وأنه توجد فجوة موثقة بين العدد الملحوظ من الأعمال التي أنتجتها النساء ورجال في مجال العلوم ترجمة نانسي قنقر سأننا أن كانت ضيفتنا التالية توافق على ما تقدم تنضم إلينا من اسطنبول دكتور نور نعيم الأكاديمية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي أهلا وسهلا بك تجربتك كعالمة في مجال الذكاء الاقتصادي الذكاء الاصطناعي وهو قطاع يهيمن عليه الذكور أخبرين عن هذه التجربة هل فيها ما يدعو إلى الأحباط أم على العكس تشعرين بتميز ما أهلا وسهلا بكنا وكل عام والمرأة بخير في الحقيقة لعل مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم الرياضيات والعلوم التي تعتمد عليها هذا المجال في التكنولوجيا خير دليل على مدى غياب التمثيل المرأة بشكل واضح يعني الدراسات الأخيرة تتحدث أن 15% فقط من المتقدمات والباحثات في المجال المجاميع البحثية الأكاديمية فقط من النساء مما يعكس غياب واضح لتواجد المرأة من تجربة خاصة ومن خلال عملي في مجال الذكاء الاصطناعي يلاحظ الغياب بشكل واضح عندما نريد أن نتقدم بأبحاث وبمقترحات علمية نجد صعوبة بوجود شركاء من فئة النساء للتحدث عن قضايا المرأة داخل تقنية الذكاء الاصطناعي للتحدث عن مدى وجود تحيز كبير في هذه التقنيات ضد المرأة مما يعكس غياب لصوتها غياب لقضاياها وتعزيز الصورة النمطية عن المرأة مثل تبعيتها كتطبيق أليسكا وإلى ذلك الحقيقة هذا الغياب ينبثق من أسباب واضحة الصورة النمطية عن المرأة صعوبة حصولها على التعليم في مجال التكنولوجيا أو العلوم أو الرياضيات إضافة إلى ذلك المسؤوليات الكبيرة التي تقع على عاتقها وكلما اقتربنا من منطقة الشرق الأوسط زاد هذا الغياب وزادت هذه النسبة كانت هناك دراسة عن شركة ميتا وجوجل ومايكروسوفت تمثيل المرأة فيها فقط 15% نسبة الوظائف التي تقدم عليها المرأة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي فقط 1% إذن نتحدث عن فجوة كبيرة للتمثيل الجنساني للمرأة في هذا المجال والذي ينعكس آثاره فعليا على المرأة والمجتمع ككل الغياب لإبداع المرأة الغياب لظهور المرأة للتحدث بقضاياها يعني نحن لا نتحدث عن قطاع إن كانت به المرأة كانت ستكون إضافة نوعية لا نتحدث عن قطاع ذكاء الصناعي ستعتمد عليه العديد من الوظائف ومجالات الحياة في المستقبل وقد بدنا نلحظ هذا اليوم في نلمس استخدام الذكاء الاصطناعي في الهاتف في الأعمال المنزلية حتى في التقدم للوظائف يعني لماذا كل هذه العواقق وكلما تقدمنا إلى الشرق الأوسط أصبحت العواقق أكثر وأكبر بكثير يعني نحن نتحدث عن امرأة كانت هي أول من اكتشف أو أول من اخترع غسارة الأواني أول من اخترع بطاريات المحطة الفضائية أو أول من اخترع عملية نقل الخلايا الجذعية أو عزل الخلايا الجذعية يعني هناك تسع اختراعات في العالم تتعلق بالذكاء الاصطناعي كانت بسبب امرأة في بدايات القرن العشرين يعني نحن لا نتقدم هل نحن في تراجع تحدث عن المرأة في عالم تكنولوجيا وعالم ذكاء الاصطناعي مشكلة مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي هيمنت الرجل الأبيض عليه بشكل كبير إضافة إلى ذلك هناك مشكلة أخرى متعلقة بالبيانات التي تعتمد عليها هذه التقنيات هي بالأساس متحيزة ضد المرأة فلذلك الطريق طويل وشاق أمام المرأة لكي تبرز بهذا المجال بقوة ولكي تعرض قضاياها وتناقشها في ساحة الذكاء الاصطناعي غياب المرأة في السنوات الماضية يعني نحصد آثاره حاليا ولكن هناك جهود سواء من الأمم المتحدة من الجمعيات النسوية من النقاشات التي تدور الآن في الأوساط سواء الدولية حول المساواة بين حقوق المرأة والرجل في مجال الذكاء الاصطناعي ومساواة التمثيل النسبي للمرأة كل ذلك بدأت آثاره تظهر هناك الآن بدأت المرأة تتصدر بعض المؤتمرات ولكن التمثيل النسبي هو الذي نتحدث عنه وضع عن ضعفه يعني الغياب الذي سيطر خلال السنوات الماضية على وجود المرأة في هذا المجال يحتاج إلى طريق طويل لإعادة حله التضافر الجهود إضافة إلى ذلك خلق مساحة للمرأة للإبداع والعطاء تخفيف المسؤوليات التي تقع على عاتقها في البيت والأسرة والعائد المادي توفير العائد المادي تخفيف هذه الآعبة مع فتح مجال للمرأة لوجودها في أوساط تعمل تحت عنوان التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كل ذلك بتضافر هذه الجهود جميعها نستطيع أن نستبشر بأن المستقبل ستكون هناك المرأة لها تمثيل واضح ومؤثر مما سيخلق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي منصفة بحق المرأة والطفل والفئات المهمشة التحييزات نلمسها في الحقيقة من خلال التقدم للوظائف الآن في الخوارزميات التي تعمل عليها التقدم للوظائف هناك تحييد كامل للمرأة بحيث أن 67% ترفض طلبات المتقدمين لأن الجنس هو امرأة مما يعزل المرأة عن تقلب مناصب رفيعة وهي الوظائف تتطلب خصائص معينة من ناحية الجهوزية البدنية ربما أو من ناحية الوقت وهنا أيضا أود أن أشير إلى مسألة التمثيل التي ذكرتها أليس التمثيل أمر نسبي ما يعني أنه ليس عدد كبير من النساء والفتيات يتوجهن لدراسات العلمية وبالتالي لذلك التمثيل النسائي هو أقل ما هو دور المرأة ومسؤوليتها في هذا المجال لتطوير وجوده وتمثيله يعني لعلي أوضح فقط نقطة لماذا هذا التحييز ضد المرأة لبعدين أساسيين أولا البيانات التي تتغذى عليها خوارزميات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا بشكل عام هي بيانات متحيزة كون الإنترنت يغذى ببيانات من قبل فئة الرجال تتحييز ضد المرأة البعد الثاني الخوارزميات والمصنع الذي تعمل عليه هذه البيانات هي تحت إشراف الرجل بشكل واضح وبشكل مباشر مما يعزل المرأة الآن ما هو دور المرأة؟ دور المرأة تعزيز أهمية ونشر الوعي حول أهمية تواجدها في هذه الأوساط لأن هذه الأوساط هي ليست مكملة بل هي ستصبح أوساط رئيسية تتحكم في حياتنا بشكل مباشر تعزيز التخصصات التقنية والبرمجة والتكنولوجيا والعلوم والرياضيات التي تعتمد عليها الذكاء الاصطناعي تعزيز تواجد المرأة بشكل فعال فيها المشاركة المبادرة التوعية منذ الصغار بحق أمية الذكاء الاصطناعي للمرأة والذي نعمل عليه حاليا لنشر حالة وخلق حالة من الوعي الكامل بأهمية هذه التقنيات وأهمية تواجد المرأة في هذا المجال نعم شكرا لك دكتور نور نعيمة الأكاديمية المتخصصة في ذكاء الاصطناعي شكرا على كل ما قدمته من معلومات وتفاصيل وتوضيحات شكرا على المشاهدة